زهر من طلع من طلع وتكلم اتكلم كمجرم يعني معترف ويريد أن يهدد أنني إذا ما تم سجني سوف ألجأ إلى أسلوب الفضيحة سأضح الكثيرين تجزيء موضوع اعترافه أنه أجل يعني كأنه ده ينطي فرصة ده يقول ده أنطيكم فرصة ترى أنا ما أكشفت أسماءها سأكشف أسماءها بعدين لا لا أكثر الناس في الإطار صراحة الوضع لا 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 رؤوس كبيرة في الإطار متهمة بهذه القضية مو فقط في الإطار مو فقط في الإطار هذا الموضوع بإشكاليات كبيرة بس لحظة بس لحظة حتى يقال أنه إلى أبعاد سياسية ليش أنا حسر بالإطار لا 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 أنا مو دفاعا عن الإطار لكن الفساد أنه بس بالإطار هو أكبر أستاذ أناس يمود أن نشوفهم بعيون الفساد من الألف إلى هذه الصفقة هذه السرقة من الألف إلى اليوم مرتبطة بخيادات الإطار وهم يعرفون هذه الأموال كلها وزعت على جماعة الإطار وبعض يعني جزء من جماعة الإطار ما أجيب الكل لكن الإطار ككل متهمة الإطار متهم بهذه القضية قضية ترجمة نانسي قنقر